أعطينا تعليمات صارمة للمصالح الأمنية بتكتيف التحقيقات وتركيز الجهود وتوجيهها نحو تفكيك شبكة التهريب ومحاربة منظمي الرحلات وأن تكون هذه الأعمال ضمن أولويات الخطط العملياتية للمصالح الأمنية وبالفعل فقد أثمرت هذه المساعي خلال الفترة الأخيرة بكشف خيوط مجموعة من الشبكات سمحت بفتح ما يقارب 200 قضية على المستوى العدالة وتقديم 344 شخص أمام الجهات القضائية خلال سنة 2018 أدنا 24 منهم بالسجن النافذ لسنوات عديدة كما أن المجهودات لا زالت متواصلة للكشف عن عدد معتبر من هؤلاء المهربين تم تحديد هوياتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر